مرحبا واهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية اليوم رح اعمل معكم القهوة التركية بطريقتها الصحيحة او المزبوطة بحيث انه يكون طعمها كتير طيب ورح نعمل الهوش او رغوة كثيفة مثل ما بعض الناس بيسموها مثل ما بنعرف انه الرغوة بتعطي القهوة مظهر جمالي وانيق وكمان بتعطيها طعم ونكهة كتير مميزين ياريت اذا بعدكم ممشتركين بالقناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد من قناتي وهلا خلينا نعمل سوا قطيب فنجان قهوة بالبداية بتضيفوا المي الباردة لازم اهم شرط انه المي تكون باردة بتضيفوها على حسب عدد فناجين القهوة اللي عندكم يعني كل فنجان قهوة بفنجان مي يعني انا رح اعمل فنجانين من القهوة فاضفت فنجانين من المي الباردة السكر بتضيفوه حسب رغبتكم وكمان القهوة لكل فنجان من المي بتكون معلقة صغيرة تكون مليانة كتير من القهوة التركية او نص معلقة كبيرة بعدين بدون تحريك بنقل الركوة للغاز على نار عالية بدون اي تحريك مثل ما عم بتشوفوا ان هون ما حركت القهوة بالمي نهائيا بتركها براحتها على نار عالية تنزل شوي شوي للأسفل ولحتى تبلش تختفي عندي وتتلاشى القهوة ببطي الغاز وبخلي النار هادية يعني بشتغل القهوة وبسويها على نار هادية لازم تكون هادية وهون القهوة بمرحلتها الوسط بتبلش تعطيني مثل وش او رغوة خفيفة انا رح اخد شوي من هالرغوة واوزعها على فناجين اللي عندي وبستمر وبتركها على نار هادية طبعا متل ما شفتوا ما حركت القهوة نهائيا بالمرحل الوسط بتبلش تعطيكم هالرغوة وبعدا بتركها براحتها لحتى تبلش تعطيكم متل ما عم بتشوفوا متل انذار انها رح تغلي ما بتركها تغلي نهائيا برفعها عن الغاز لثواني لحتى اريحها وبرجع برجعها لحتى ترتفع الرغوة اكتر كل ما عملتوا هالعملية وكررتوها رح يتشكل عندكم رغوة وترتفع الرغوة عندكم بشكل اكبر متل ما عم بتشوفوا انا هون قررت هالعملية يمكن لأكتر من سبع مرات بس اهم شي انكم ما تخلوا القهوة تغلي او تفور بتظلكم كل ما تشوفوها رح تغلي ترفعوها ترتاح لثواني وبترجعوها هيك بهالمرحلة انتو بتخلوا القهوة يتشكل عندكم الرغوة الكثيفة او بطنيق وكمانكها كتير مميزة وهيك متل ما عم بتشوفو منكون عملنا اطياب وفنجان قهوة بشكل كتير سريع وسهل هيك بيكون خلص الفيديو عندي لليوم بتمنى يكون عجبكم وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني ووصف جديدة مع الف سلامة